12 مليون ريال تكاليف برنامج دعائي من برامج الميليشيا في البيضاء يتمثل في جلب المواطنين الاستماعي إلى خطابات ومحاضرات عبد الملك الحوثي وثيقة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تصلط الضوء على شكل من أشكال الانفاق العبثية في سبيل تكريس قداسة الأسرة الحوثية المتورطة في تدمير اليمن وقتل نصف مليون يمني حتى الآن بسبب الحرب التي أشعلتها الميليشيا كما يقول ناشطنا على مواقع التواصل وبحسب الوثيقة صرفت الميليشيا 12 مليون ريال بالعملة القديمة ما يوازي أكثر من 24 مليون ريال بالعملة السارية في المحافظات المحررة وذلك كنفقات ومصروفات على دورة تثقيفية لوكلاء محافظة البيضاء ومديري الإدارات للاستماع إلى محاضرات زعيم الميليشيا حول دروس من رسالة علي ابن أبي طالب للأشتر واستنكر ناشطون عمليات تعبئة طائفية السلالية والتكريس الممنهج للعنصرية باتجاه إعادة تكريس الإمامة ضمن مخطط حوثي عائلي ينفق عليه ويمول بالمليارات من الأموال العامة التي تنهبها الميليشيا في وقت يعجز الموظف والدولة والمعلمون عن شراء ثمن العلاج لأطفالهم تتخذ الميليشيا السلالية موقفا متصلبا إزاء دفع رواتب الموظفين والمعلمين في وقت ترغيمهم على العمل قسريا دون رواتب وتهدد بشطب الرافضين لهذا الاستبداد والاستعباد من قوائم موظفية الدولة وفق توجهات أصدرتها مؤخرا بينما يله القياديون السلاليون في الطرف والبذخ ومآدب الطعام التي ينفقون عليها ملايين الريالات إلى جانب التسابق لبناء الفلل والقصور والبسط على الأراضي والعقارات وهدر الملايين أيضا وفق ناشطين على خطب وثرثرات زعيم التمرد ظنا منه أنه يفرض بذلك امتلاكه شمال اليمن